اشتركوا في القناة 3D للمركب العضوي تعتبر هذه الطريقة تمثيلاً ثنائي الأبعاد لجزء كيميائي ثلاثي الأبعاد حيث يتم النظر إلى المركب مباشرة على طول الرابطة بين ذرتين كربون على سبيل المثال، إذا نظرنا من هذا الجانب فإن ذرة الكربون الأقرب إلينا تسمى ذرة الكربون الأمامية Front Carbon بينما تسمى الذرة الأخرى ذرة الكربون الخلفية Back Carbon لاحظوا أن هذا المركب مرسوم بصيغة الحصان الخشبي Saw Horse Formula كإحدى الطرق الشائعة في تمثيل المركبات العضوية في طريقة Newman Projection يجب أن نأخذ دائماً ذرتين كربون متجاورتين مثلاً ذرة كربون الأولى وذرة كربون الثانية إحدى الذرتين تمثل الجانب الأمامي والأخرى تمثل الجانب الخلفي وكلتاهما تقعان في منتصف الدائرة التي سيتم رسمها بعد قليل تستخدم هذه الطريقة سواء في تشكل Eclipsed أو Staggered لدراسة وفهم التشكلات الفراغية المختلفة Conformations للجزيء والتي يتخذها نتيجة الدوران حول الرابطة الأحادية Single Bond كما تستخدم طريقة Newman Projection لفهم التصور الفراغي للمركب ومعرفة استقرارية المركبات المختلفة بالإضافة إلى فهم أنواع الإجهاد Strain في الجزيء الآن ماذا سنفعل؟ لحظوا معي وركزوا جيداً كخطوة أولى لنفترض أن هذا المركب الذي نريد رسمه هو البيوتان يمكننا أن نعتبر أن هذا الجانب هو الأمامي وسنعطيه لوناً مميزاً وليكن اللون الأحمر هذا الجزء الأحمر يمثل ذرة الكربون الأمامية مع المجموعات المرتبطة بها بينما الجزء الآخر يمثل ذرة الكربون الخلفية سنقوم بالرسم عن طريق النقر هنا ثم نرسم مباشرةً ننقر بالزر الأيسر وبعد ذلك نضغط على الرقم واحد من لوحة المفاتيح مرتين متتاليتين سوف نحصل على هذا التركيب واللاحظوا معي جيداً هنا مجموعة المثيل وهنا ذرة الهايدروجين لذلك سوف نكتب هنا مجموعة الميثيل CH3 بينما ذرتين الهايدروجين H ستكونان هنا وهنا دعونا الآن نقوم بنسخ التركيب نحدده ثم نضغط على كيترل مع السحب ثم النقر ونسخ التركيب كما نلاحظ باعتبار أن هذا هو الجزء الخلفي سوف نقوم بتدويره بزاوية 180 درجة بالضغط على الاختصار ممتاز إذن هذا يمثل الآن الجزء الخاص بذرة الكربون الخلفية أما هذا فسوف نعتبره الجزء الخاص بذرة الكربون الأمامية دعونا نغير لون التركيب إلى اللون الأحمر لغرض التمييز البصري عموماً، الفكرة أننا قمنا بتقسيم هذا المركب إلى نصفين الجزء الأسود يمثل ذرة الكربون الخلفية والجزء الأحمر يمثل ذرة الكربون الأمامية بعد هذه الخطوة، ركزوا معي جيداً في كيفية إتمام عملية الرسم من قائمة شريط الأدوات Toolbars، نضغط على قائمة Orbitals هنا، ونقوم باختيار هذا الشكل الدائري الشكل الأول والآن، ركزوا جيداً، نضع المؤشر بهذا الشكل، وننقر نقر واحدة بالزر الأيسر عندها سوف نحصل على هذا الرسم للتركيب كما تلاحظون بعد هذه الخطوة، سنقوم مباشرةً بسحب هذا الجزء الذي يمثل ذرة الكربون الأمامية ونضعه فوق الجزء الخلفي تماماً في المنتصف ويجب أن نتأكد من أنه يقع في مركز الدائرة بعد وضع المركب الأمامي فوق الخلفي، ركزوا جيداً بدون إفلات المؤشر أو النقر في أي مكان آخر سوف نقوم بعملية إظهار التركيب إلى الأمام فوق الدائرة لذا نذهب مباشرةً إلى قائمة وعند النقر عليه، سيتم إظهار التركيب إلى الجانب الأمامي بشكل صحيح فوق الدائرة كما نلاحظ دعونا نتراجع لتوضيح الطريقة الثانية لإظهار التركيب إلى المقدمة فوق الدائرة وهي يمكننا ببساطة أن نقر بالزر الأيمن على المركب الأمامي المحدد كما نلاحظ، ستظهر هذه النافذة المحتوية على العديد من الخيارات نضغط على Bring to Front وها نحن قد حصلنا على الناتج النهائي بطريقة Neumann Projection حالياً، الرسم الذي قمنا به يمثل تشكل Staggered وسوف نفهم ما معنى Eclipsed وما معنى Staggered ولكن قبل ذلك، لاحظوا معي أنه إذا ظهرت إشارة حمراء في منتصف الرسم كما نلاحظ فهذا دليل على وجود خطأ وهي إشارة تحذيرية دعونا نغير لون التركيب بدلاً من اللون الأحمر لرؤيتها بشكل أوضح نغير اللون إلى الأخضر وحاولوا قدر الإمكان أن تظهر دائرة حمراء صغيرة واحدة بدلاً من اثنتين لذا ركزوا على وضع المركب بشكل متناسق في مركز الدائرة والآن، لإزالة الدائرة الحمراء التي تظهر أحياناً نتبع الخطوات التالية أولاً، سوف نقوم بتجميع هذه الأشكال المرسومة نحددها بشكل كامل، ثم نضغط على الاختصار Control plus G ثم نذهب إلى قائمة File هنا ونضغط على الخيار Preferences عندها ستظهر هذه النافذة كما نلاحظ نضغط على خيار Warnings حيث ستعرض العديد من الخيارات سوف نقوم بإلغاء تحديد الخيار Atoms near other bonds بعد ذلك، نضغط على OK لاحظوا أنه تمت إزالة الإشارة الحمراء بنجاح بذلك، نكون قد رسمنا المركب بطريقة Newman Projection بشكل مثالي ما المقصود بـ Eclipse و Staggered؟ هذا الشكل الذي رسمناه هو Staggered تكون فيه مجموعة الميثيل الأمامية، ومجموعة الميثيل الخلفية في اتجاهين متعاكسين، بزاوية Dihydral Angle، مقدارها 180 درجة أما إذا كانت مجموعة الميثيل الأمامية فوق مجموعة الميثيل الخلفية تماماً، فسيسمى الشكل Eclipse لتوضيح الفكرة أكثر، هنا طريقة سوهورس فورميولا لتركيبين عندما تكون مجموعة الميثيل مقابلة لمجموعة الميثيل، وذرة الهايدروجين مقابلة لذرة الهايدروجين، يحدث التحام بين الذرات أثناء الدوران، وهذا هو شكل Eclipse. أما في شكل Staggard، فإن مجموعة الميثيل تكون بهذا الاتجاه، ومجموعة الميثيل المرتبطة بذرة الكربون الخلفية تكون بالاتجاه المعاكس، وكذلك اتجاهات ذرات الهايدروجين تكون متعاكسة، بحيث تبتعد عن بعضها البعض عند الدوران. ولكن، هل طريقة الرسم هذه سهلة أم صعبة؟ وهل هناك طريقة أسهل لاختصار هذه الخطوات؟ نعم، توجد طريقة سهلة، حيث يحتوي برنامج CamDraw على قوالب جاهزة، يمكنك التعديل عليها بسهولة. لكن الفكرة هي أننا أردنا شرح الطريقة عملياً خطوة بخطوة، لأن ميزة القوالب هذه قد تختفي نتيجة بعض التحديثات التي قد تحدث للبرنامج، وبهذا تكونون على دراية بالطريقة العملية للرسم. ولرسم الأشكال بسهولة أكبر باستخدام أداة القوالب، Templates. من قائمة الأدوات، نضغط على Templates هنا كما نلاحظ، ثم نختار Conformers. هذا الشكل يمثل Staggered. أما إذا اخترنا هذا الشكل، فيسمى Eclipsed، حيث تكون الذرات مترصة فوق بعضها. كذلك يمكن رسم هذا الشكل أيضاً، وهذا الشكل يمثل Eclipsed. أما إذا قمنا باختيار هذا الشكل، فيسمى في هذه الحالة Staggered. هذه الطريقة أسهل بكثير، ولكننا شرحنا الطريقة اليدوية في حال كانت ميزة القوالب غير مفاعلة. يوجد العديد من التشكلات، بما في ذلك Gauche وTotally Eclipsed، وأنتي الذي يعرف أيضاً باسم Staggered. وهذه التشكلات تنتج عن الدوران الحر حول الرابطة المفردة، ولكل تشكل طاقة واستقرارية معينة. وإن شاء الله سنتناول هذا الموضوع بشكل مفصل في الفيديوهات القادمة على القناة. وبهذا، نكون قد فهمنا كيفية رسمي Neumann Projection باستخدام CamDraw وتطبيق ذلك على مركبات مثل البيوتان. هذا ما أردنا شرحه في هذا الفيديو، وإن شاء الله يستفيد الجميع منه. أتمنى أن يكون الشرح مفيداً وواضحاً. إذا وجدتم الفيديو قيماً، فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة، ومشاركة هذا الفيديو مع زملائكم المهتمين. ننتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم القيمة، وأي استفسار لديكم سنكون سعداء بالرد عليه. انتظرون في الفيديوهات القادمة، لنتعلم ونتطور في علوم الكيمياء. دمتم بخير، وإلى اللقاء. مجموعة الحلول الكيميائية دليلك الكيميائي في التعلم واو